تحدثت بالأمس عن موضوع الكابتن أحمد رفعت اللي أنا بحترمه جدا بشكل شخصي للغاية وأحترم تاريخه الكبير ولكن كان لي عبارة أو مجموعة عبارات بالأمس تعالوا نتذكر أنا قلت إمبارح بالليل ثم نتحدث معا عن قرارات اليوم إنه مجلس إدارة نتذى مالك بيبحث تجريد الكابتن أحمد رفعت من منصب الإشراف على كرة القدم والتنصيق بين المجلس والجهاز الفني في الشؤون الكروية وذلك بناء على توصية من التوأم حسن كانت دفع للتصيحات اللي حضرتكم عرفينها والكلام ده كله يعني أكيد الخبر هتأكد من الأستاذ عصام شلتوت هو معاين عرضا مننزل على موقع اليوم السابع لكن بشكل عام عايزين رأيينا الشخصي اللي ملوش أي قيمة اطلاق أنا شايف كابتن أحمد رفعت في الفترة الجاية غير مؤهل للإشراف على كرة القدم بنادي سماك لأنه حصل جرح حصل جرح راضينا أم أبينا حصل جرح وهذا الجرح حتى لو التأم شكلا ما بيلتأمش موضوعا بسهولة والجرح لا أقصد به في صدر حازم إمام ولكن في صدر كرة القدم الزمال كويه وجهة نظر الشخصية لا قيمة لا لكن أنا بنصح الأخ والصديق العزيز الكابتن أحمد رفعت لو أنا مكان أقسم بالله لو حصلت أنا طبعا أمرها ما تحصل مني لكن لو حصلت بمنتهى الشياتة أقول أنا شوية جماعة أنا مثلا عندي مشغول أنا وقتي أنا كذا أنا كذا أنا كذا وبلاها كرة بالنسبة للإشراف على كرة القدم في نادي زمالك لكن العلاقة والشكل والسنس بينه وبين اللعيبة مش هيبقى حلو يعني تصور حضركم هو داخل الملعب واللعيبة ببصوله هو راجل جميل وراجل في منتهى الجمال كابتن أحمد رفعت نختلفشه على اثنين وكابتن مصر وكابتن تلترب على عابق مصر اللي اعتزلوا اللي تباوأوا مراكز كتير جدا في مصر لكن هو خانوا التوفيق في أمر ما مسألة محتاجة وقت في أمور ما تموتش إلا بالوقت ما تموتش بالكلام الكلام يزكيها والتواجد اللي بالعافية يولع النار فيها لكن الغياب البعض البعض جاف البعض حلو في الأمور دي والدنياتها ده كده وفي النهاية يعني مش فارقة مع كابتن أحمد رفعت يكون مشف على الكرة في زمالك أو ما يكونش مشف أنا شايف هذه الفترة هو غير مهيئ يكون مشف على الكرة في نادي زمالك ورأيي ملوش أي قيمة إطلاق دا كان رأيي مبارح ساعة 11 بالليل النهاردة ساعة 12 ظهرا أصدر المهندس حسن سأ قرارا بإقالة الكابتن أحمد رفعت من مجلس إدارة نادي الزمالك من مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين بدلا منه الدكتور جورج ساعة وأيضا تم تعيين السيد أسامة المليجي خلفا للمستشار شلبي الذي قدم استقالته في نفس السياق كابتن أحمد رفعت أكد أنه هو اللي قدم استقالته وبتفرقش الأمر واحد يعني ممكن زيما أنا قلت مبارح وما زلت عند رأيي اللي أنا قلت مبارح بالليل العلاقة أصبحت غير صالحة للاستمرار خلاص وبعدين كابتن أحمد رفعت لو نسحب من الكورة والإشراف هو يعني كابتن أحمد كورة فلو ما توجدش في الكورة يبقى عدم توجوده أفضل في مجلس إدارة له وللمجلس وبالتالي بقول لكابتن أحمد طبعا يا ريك لو يجبه لنا على التليفون لكابتن أحمد لو حابب يقول أي حاجة أكيد تحت أمره ولكن في جميع الأحوال إحنا بنؤكد على احترامنا للكابتن الكبير الكابتن أحمد رفعت وهي زلت لسان ولم يكن يعلم أنه على الهواء وأمور كثيرة لغاية خاصة بهذا الوضع وخلينا الأول